متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد وإن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا معاكم مروة سليمان النهاردة هتكلم عن تحديثات جديدة خاصة بنموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي والنهاردة هتكلم عن Mr.AI لو كنت أول مرة تسمع عن Mr.AI كنت تكلمت عنه على القناة تقدر ترجع للفيديو ولكن هقولك نفذة صغيرة عنه Mr.AI هو عبارة عن شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأصدرت نماذج مفتوحة المصدر ونماذج تانية مش مفتوحة المصدر من النماذج المفتوحة المصدر عندنا Mr.7B وعندنا Mr.8X7B ومفتوح المصدر بس مع الاستخدام التجاري عشان تشغل النماذج مفتوحة المصدر ممكن تستخدمها على لوكالي على الجهاز بتاعك تناسب الأولامة أو LMستوديو وتشغلها عليه أو ممكن تجربها من على Hugging Face النهاردة جاي أتكلمك عن تحليسات جديدة تماما ترأت على Mr.A.I حنشوفها مع بعض دلوقتي وحنفاجأ بنتائج رائعة جدا فيه نماذج بقى غير مفتوحة المصدر وهذه النماذج غير مفتوحة المصدر بتستخدمها فقط إقامة من خلال M-A-B-I مدفوعة أو على منصات مغلقة ففي كل الأحوال هي مدفوعة هل اللي احنا النهاردة هنستخدمه هنستخدمه بشكل مجاني النهاردة هنقوم بالتجربة بشكل مجاني مع Mr.A.I وMr.A.I فيه ProPlan ولكن أنا شايفة أن القطة المجانية بتاعته حلوة جدا ومتميزة وحنجرب بيها النهاردة التحديثات الجديدة أيضا هحط لك الرابط الخاص به Mr.A.I 24B وهذا النموذج الإفشيانس بتاعته كفاءته أداء وعالي جدا زي النماذج اللي حجمها كبير يعني هو حجمه 24B هتقدر زي ما قلت لك تشغلوا من خلال أولامة أو تشغلوا من خلال L-M Studio وفي نفس الوقت الكفاءة بتاعته عليها النهاردة هنشوف اللوشات من Mr.A.I وإيه الجديد وإيه اللي طرق عليه نبصة بصة سريعة على البلوج الموجود على موقع Mr.A.I بتاريخ 6 فبراير 2025 من Mr.A.I واللي بيقولك فيه ليه لوشات كAI أسستنت أو مساعد بالذكاء الاصطناعي هو مختلف عن باقي المساعدين بالذكاء الاصطناعي هنا طبعاً هو بيقدم Pro Plan و Team Plan وأيضاً هو متاح على iOS وعلى الأندرويد كأبليكيشن وأيضاً بيقولك إنه سون حيكون Private Infrastructure for Businesses إحنا يهمنا النهاردة إن إحنا نجربه على الوجهة الخاصة بMr.A.I وأول حاجة بيقولك إنه هو متميز فيها عن باقي المساعدين بالذكاء الاصطناعي وهو Fast as Flash يعني سريع جداً مقارنة بأي نموذج تاني من أنظمة الذكاء الاصطناعي أو AI Assistance حوالي 100 كلمة أو بيرد بـ 100 كلمة في الثانية وفي فيديو من خلال الفيديو ده بيعمل زي مقارنة ما بين لوشات وما بين Cloud وما بين Shad GPT علشان يوريك الصرعة عن طريق سناك جيم طالب النواع يعني يعمل سناك جيم وهنا لوشات 1100 tokens per second زي ما أنتوا شايفين الرد كان سريع جداً بعد كده Cloud اللي حيبقى في المركز التاني بعد كده حيبقى Shad GPT اللي في المركز اللي بعد كده وهنا بيقول لك يعني أن لوشات متميز عن الباقي للأنظمة القوية في سرعة الرد هنا بيقول لك أن لوشات جامع ما بين High Quality Pro Trend Knowledge اللي هو متدرب عليها كLLM model وفي نفس الوقت Recent Information اللي موجودة على الweb search تقدر كمان يكون في توازن ما بين الاثنين من خلال تفعيل خاصية الweb search اللي موجودة في New Low Chat Interface الانترفيس الجديد اللي هنجربه النهاردة مع بعض الخاصية بتاعة الweb search من خلاله كمان Paste Upload Processing in the World يعني هو دلوقتي يبقى تعامل مع document تقدر ترفع document سواء كان PDF أو document وكمان صورة عنده قدرة كويسة جداً على إن هو يقرأ الصورة ويحلل الصورة ويحلل الملفات كمان عنده قدرة جيدة جداً في تحليل الكود وتنفيذ الكود وهنا أيضاً في عشان الوقت ممكن يعني من خلال الرابط في الوصف أسفل فيديو تشوف الفيديو الخاص بالجزء المتعلق بالكود ده Code Interpreter لأنه في Code Interpreter موجود داخل داخل New Low Chat أيضاً قدرته على توليد الصورة الذكاء الاصطناعي بجودة عالية جداً زيه زي جراك الخاص بمنصة X وشات جي بي تي وآدي لوشات أيضاً النتيجة بتاعته هتكون بالمنظر ده يقول لي كمان إن هو بيقولك برغم إن لوشات بيقدم Free Plan كويسة جداً في التعامل مع توليد الصورة أو إن أنت ترفع ملفات تنفيذ الكود وما إلى ذلك إن أنت ممكن تتمتع بخطة متميزة جداً مدفوع اللي هي 15 دولار يعني في الشهر عشان تحصل على امتيازات أعلى وأكتر في حاجات هتبقى coming soon شاء الله نتكلم عنها لما يعني نتيجي في المستقبل بإذن الله تعالى ودلوقتي هنروح نجرب بقى بشكل سريع استخدام الواجهة الجديدة من Mr.AI وهو New Lushat يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف New Lushat من Mr.AI يحاول ما هتخش عليه هتلاقي أن الواجهة فيها اختلافات الاختلافات قد تبدو بسيطة ولكنها مهمة جدا طبعا هنا تقدر أنك أنت ترفع الPDF أو ترفع الامجس من الاتاتشمنت من هنا وهنا في drop down list لو دوست على القائمة المنسادلة هتلاقي فيه عندك Canvas وعندك Web Search وعندك Image Generation وCode Interpreter الCanvas بس أو ينفذ لك الكود بشكل عملي تقدر أنك أنت تشوفه قدامك الWeb Search هتبتدي أن أنت تبحث عبر الانترنت والImage Generation من اسمها توليد صورة بالذكاء الاصطناعي والCode Interpreter بيبتدي أنه هو ينفذ لك أو يديك الأكواد البرمجية تعالوا نجرب مع بعض استخدام هذه التولز الموجودة في New Lushat وهنبتدي مع بعض أول حاجة وهو الكود انتربرتر بس اللي أفعله وهنا حيكون هو اللي متفعل عندي وهبتدي أقوله Write code for a to-do list عايزة يعمل لي to-do list ويب Application بالHTML وCSS وJavaScript وإن الApplication ده بيتيح للمستخدمين أنه هم يضيفوا تاسك أو يدلتوا تاسك أو يمسحوا تاسك هنا حبتدي أنه أقوله Enter عايزك تشوف الصرعة عاملة إزاي الصرعة بتاعته رائعة وهو بيتميز بالصرعة العالية دي أول ميزة في لشات الجديد دايما ننسى حتة أنه نحطه اللي في ملف واحد بصوا الصرعة صرعة رهيبة وبيديك Explanation بيشرح لك إزاي تنفذ الكود حاخده Copy وهروح به على HTMLOnlineViewer.net حط الكود Edit To Do List هسميه Task 1 وعمل Add Task Task 2 Add Task Task 3 Add Task Delay 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 نفذ لي الكود ممكن ننفذه في Canvas ممكن ننفذه في Canvas يلا بينا نشوف مع بعض يفضل أن أنت تقوله In Canvas وهقوله Write Code For To Do List ودوس Enter هنا أعطوني الكود هنا أعطوني الكود To وAdd وDelay 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 تنفذولي زي ما إحنا شايفين يارا بينا نشوف حاجة تانية يلا بينا هنا مثال تاني هنا حقوله Develop a web app using HTML, CSS and JavaScript giving me the capital of any country when I enter the name of country لما دخل اسم البلد يديني اسم العاصمة وهنا مثلا حدخل الاسم Egypt The capital of Egypt is Cairo France Paris Italy Rome وهكذا بلدكيشن بسيط ولكن نفذه بشكل جيد جدا وبشكل سريع جدا هنا بقى نشوف حاجة تانية مختلفة عن الكود وهنا أنا حبتدي أرفع PDF عن الليدرشيب أنا حطلب منه هنا بقوله summarize the PDF and create a question and answers about topic in PDF وحدوث enter أرى السرعة هنا قلت شوية أعطني summary key points أنا طلبت منه سؤال وإجابة question and answer زي ما إحنا شايفين بيتفيد في إيه بقى بيتفيد لو أنت عندك مادة معينة أنت عايز تذكرها والأسف الموضوع بالنسبة لك تقيل ومش قادر تقرأ فيها وإنت عندك digital copy منها PDF أو document تحولته لPDF ممكن يحولولك لسؤال وإجابة ويبقى سهل جدا في عملية المذاكرة مثلا أو الاستسكار عندك ملف كبير وعايز جزئية معينة جوا وإنت ممكن تقولك كلمني عن جزئية معينة وديني عليها أسئلة وأجوبة تعالى بقى لي الجزء الخاص بتوليد صورة image generation أنا هفعل بس image generation وهروح أجيب أمر كده يعني معقد شوية علشان أشوفه حينفز لي التفاصيل ولا لا هنا الأمر قم بإنشاء مشهد خيالي يضم جزر عائمة ضخمة مغطى بالخضرة والشلالات نحو السماء تمتزج ألوان السماء بين الوردي والبرتقالي والأزرق الداكن هو مشهد خيالي زي ما إحنا شايفين وأنا كانت باب اللغة العربية عشان نشوفه هل حي يدعم الأوامر باللغة العربية في تنفيذ الصورة ولا لا تعالوا ندوس enter صورة ما خدش وقت كبير 4.8 seconds دي الصورة ونفز دي كل اللي جا فعلا في الأمر والصورة جيدة وجودتها جيدة تعالوا نشوف كمان أمر هنا أيضا أمر آخر في تفاصيل كتير حدوث enter خد 4.7 seconds بصوا الجودة دري وومن يعني سيدة كبيرة زي أوايد حجاب دي بلو آيز البلو آيز مش بينة زي ما إحنا شايفين زي فستان أخضر قعدة جنب الفاير بليس بتقرأ في كتاب والكتاب المفترض أنه هو الغلاف بتاعه من الجلد وفيه ورد من الجودة بتاعت الصورة رائعة جدا تعالوا نعمل بقى بيزيك برومت هاقول نعمل بقى نعمل بقى وغري بيكراوند في الخلفية إذا كتركز معي في الجزء اللي جاي لأنه أنا حطلب منه إنه هو يكتب لي assignment وهنا حفعل الweb search نعمل بقى about how the strong leader أو strong leader ممكن إنه هو يزود الجودة بتاعت محيط العمل أو productivity over the quality and productivity وحدوث enter هنا حيبتدي يفتح في canvas أي حاجة حكتبها هنا حينفزها وهنا assignment the impact of strong leadership on work space quality and productivity ده title وهنا يعني introduction بسيط في الobjective وهنا instructions إنت هتعمل إيه هنا الintroduction هتكون متين كلمة هتكتب فيهم إيه leadership strategists leadership traits case studies challenges تحديات conclusion formatting اللي هتكتب بيه كل حاجة أعطيك الطريقة اللي انت هتكتب بيها ممكن هنا أطلب منه give me references هنا قلت له ديني references هنا أعطاني references زي ما إحنا شايفين تقدر أنت ترجع لها علشان تبتدي تكتب جزئية جزئية لو أنا روحت على واحد حيديني الجزئية دي جابها من أي مثلا مقالة أو أي ويبسايد الجزئية دي جابها من أي ويبسايد وهكذا فبالتالي أنت هتروح تعمل بقى الأسايمنت بناء على إزاي هتكتب الأسايمنت وقالك بالضبط هتعمل إيه وإنه قط اللي ممكن تتناولها وإعطاك كمان السورس اللي أنت هتشتغل بيها وهنا لأن أنا كتبت له write an assignment تعالي أوليك هنعمل إيه تاني زي ما احنا شايفين جوا الكانفس بنتدي نحنا نعمل edit براحتنا تماما تعالي بقى نروح نعمل new chat بس المرة دي هقوله إيه المرة دي هقوله write an article write an article about between quotations and the references or references هنا في article هو أعطاني article على طول add the article ما خدش وقت خالص 1.1 second أعطاني article وفي الآخر خالص أعطاني sources فخد بيلك إنه هو في assignment وما كتب لكش assignment لأنه تقوله اكتب لي assignment دي بس حتة حبيت إن أنا أورهي لك قابلتني حبيت إن أنا أنبهك لها حاجة بس أخير حبيت إن أنا أنبه عليها إن أنت ليك عدد محدد في الاستخدام بشكل يومي للوشات من مستر زي بالظبط كده فهو في خطة مدفوعة ولكن خطة المجانية بتاعته أطول حبة حلوين يعني عن شات جي بيتي تعرفها لأن أنت حديجي عليك وقت يقولك إن أنت وصلت للمت بتاعك النهاردة فهتبتدي إن أنت تستخدمه ثاني يوم مثلا على سبيل المثال وتشتغل بيه بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو نهاردة فيديو طويل شوية لكن أتمنى يكون فاتكم أحب أسمع رأيكم في التعليقات رأيكم فعلا كتير بيهمني وفعلا بستفيد منه بشكل كبير جدا أشوفكم فيديو قادم بإذن الله وزي أقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين العزاء متنساش لايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته